اشتركوا في القناة تعليقات شفتها طبعا لحاله اليوتيوب شايلها وحطها سبام في تعليقات كثيرة انا بدخل برجعها يعني هون بكون معمول سبام لها فانا بروح برجعها على التعليقات العادية لما واحد بيعمل تعليق ويرجع من موقع ثاني بشوف بلاقي انه تعليقه مش موجود مش انا اللي بكون شايل التعليق هو نفس اليوتيوب ويكون شايل التعليق ممكن انه يكون معلق بشيء في موقع ثاني وهم يحطين عليه سبام او حضر او مبلغين عنه او اشياء مثل هيك فعشان هيك بتروح على سبام ولكن في تعليقات اللي بكون فيها شتائم وقلة ادب ومسبات واشياء زي هيك طبعا ما بتأثر علي ما بتنرفزني ما بتزعلني ولكن من ضمن هاي التعليقات انه تيجي انه تعليقات اه توقعاتك مكررة اه بتعيد نفس التوقعات كل يوم بتعيد نفس الاشي اه توقعاتك بتن يعني بتنطبقش علي اه هاي الاشياء الاسئلة هاي طبعا من اصدقاء ومن ناس برضو بيدخلوهم بس عشان يعملوا بس لايك ويكتبوا التعليق هاد اه حابب انا اجاوب عليهم برضو يعني انه ما رح اهمل اه اسئلتهم هاي وراح اجاوبهم ليش اول اشي اه انا ما باعلم بالغب اثنين انا ما باعرف اه خارتك الفلكية اه انا اكثر من حلقة حكيت انا توقعاتي اذا بتصيب من ستين لسبعين في خمسين في المية انا واو انا يعني ابدعت في التحليل تاعي اه اثنين ليش التوقعات مكررة او انت بالذات بتسمعها مكررة لانه انت بتدور بدك تسمع اشي معين اه بناسبك وبما انه اه انا ما بحكي الاشي اللي بناسبك فهذا الاشي رح يزعجك لانه انت من الجماعة اللي بدك يعني انا اه اسوي لك البحر تطحيني يعني اه بمعنى اخر اكذب عليك وفي النهاية انا لما بكذب عليك وبقولك عشان الطاقة الايجابية وعشان انا اعطيك معنويات وعشان اعطيك معلومات اه يعني فيها ايجابيات عشان تشحن حالك بالطاقة الايجابية واقولك تز فيك اذا انت بتشحن حالك طاقة ايجابية لانه اساسا انت حياتك كلها مخربطة فانت جاي بدك تعلق على شماعة حد فلقيتني انا او لقيت الفلكيين هذولا اللي بيكشفوا الواقع تبعك فانت بدك تعلق عشان معتهم اه فهذا واحد يعني هاي اول طز فيك اه ثاني طز فيك اه هي اساسا عشان ما حد يزعل مني طز اه بالتركي معناها ملح يعني مش مسبه هاي بس احنا تعودنا على انه طز هاي هيك اشي كبير اه اه ثاني معلومة اه انه اه ليش التوقعات بتتكرر طيب اذا الكوكب موجود في هذا البيت وهو سلبي وبقعد له اه شهرين ثلاثة اسبوع وهو سلبي خلال الاسبوع هذا او خلال الشهر هذا او خلال الشهرين هذولا انا من وين بدي اجيب لك توقعات ايجابية اذا هو سلبي وموجود في مكان سلبي وبعطيك سلبية انا كيف اغير لك يا فعشان ارضيك اكذب ما رح اكذب فهاي كمان طز فيك اه بالنسبة لا اه الطز الثالثة اه موضوع انه انت اه بتلت وبتعجن وبتشرح البيوت او بتتناقض مع حالك والله انا منزل اه فيديو موجود في اه القناة بشرح لبيوت هاي ايش معناها فكل بيت ايش معناه وايش بعطي تأثيرات انا لما بعيدها بعيدها للاشخاص اللي بكونوا داخلين جديد على القناة ولسه ما حفظوا هاي البيوت عشان يفهموها اه تاني شي اني انا بتناقض انا ما بتناقض انت ما قرأت هاي او ما سمعت الحلقة هاي ما فهمت شو معنا بويوت هاي ما ابدأ اقول لك انت ما بتفهم اه لا انت ما فهمت فلما انا بحكي مثلا عن العاطفة بحكي عن البيت الخامس عن عاطفتك عن اه غرامياتك عن نزواتك اه فبحكي عن البيت الخامس لما بحكي عن المتزوجين بحكي عن البيت السابع فلما يجي الخامس اه مش منيح وبيجي السابع منيح مش معنا هدا انا اتناقضت يعني فهو هيك يتوزيعه هيك اجهة هذا في كوكب بعطي سلبيات هذا بعطي كوكب بعطي ايجابيات اه لما بحكي عن التنقلات البيت الثالث بحكي لك عن التنقلات والقصيرة وبحكي عن الدراسة الابتدائية او الاساسية والبيت التاسع بحكي عن الدراسة الجامعية وبحكي عن التنقلات ليه بعيضة فلما هدا يكون ايجابي وهدا سلبي انا ما اتناقضت هو اساسا لبيت هيك فعشان انا ما اكمل شرح البيوت في الحلقة هاي واطول عشان حضرت جنابك يا بتروح بتسمع الحلقة هاي يا ما تتابعني يا اخي ما تتابعني انا بقولك ما تتابعنيش اه في اشخاص بيجي بقولك انت ليش دائما بتقول انه انت ما بدك مشتركين يعني دائما بتحكي وبتكررها انه انت ما بدك مشتركين انا يا جماعة الخير انا بدي ناس بتفهم ناس حبي هذا العلم ناس بدها تفهم هذا العلم وتتعلمه ما بدي ناس انا ترد وتعجن وتخلط ومش عارف ايش وبس بدها تغلط عشان تعمل نقاشات حادة وعشان الناس تجاوبها جاي هو بده يظهر شخصيته عندي او بده يلفت الانتباه عندي ما بتلفت انتباهي ولا رح ارد عليك ولا في واحد من اللي موجودين على القناة برد عليك هاي كمان عشان اقول لك يعني انه ليش انا بقول انا ما بدي مشتركين المشترك انت مرحب فيكو كلكو طبعا اه لانه هدولا جايين بدهم يفهم وناس مؤدبين ناس انا بحترمهم بيحترموني بافتقدهم اذا كانوا مش موجودين بالتعليقات يعني انا بتطمن عليهم فهدولا الناس اصبحوا عيلي يعني احنا كلنا مع بعض صارنا عيلي فعشان هيك انا واحد يجي عشان يقول لي ايه توقعاتك مش مزبوطة ايه توقعاتك ايه توقعاتك يجعلها عمرها ما كانت مزبوطة انا شو دخلني يعني انا ما يعني ما بعلم بالغيب ولا انا معي كتاب من الغيب ولا بنزل علي ملاكة من السماء عشان يبلغني انا شو اقول لك عشان تصيب توقعاتي ولا ما تصيب توقعاتي انا باجتهد في هذا العلم في ناس مبسوطين علي يا اخي اذا انت شايف اني انا بكذب يا عمي هذول الناس الموجودين بحبوا كذبي بحب اكذب عليهم انت شو حشرك في النص عادي جدا حدس لايك وعمل لي بلوك وروح روح يعني انتهى الموضوع ما رح انا يعني ما رح اموت بدباديبك انا واتدمر انا واسكر القناة لاجل عيونك يعني عشان هيك ريحني بدل ما انا اعمل لك حضر انت اعمل لحالك حضر واطلع من القناة ايه كمان موضوع الديس لايك يا جماعة الخير تشغلوش بالكو هذولة والله ناس مش جايين بعملوا الديس لايك لانه هم شايفين عندهم علم زيادة او انه شايفيني انا جاهل في الموضوع او المحتوى ما عجبهم مش لا هذولة جماعة لهم قنوات اغلبهم بديش احكي كلهم اغلبهم لهم قنوات وهم بيشتغلوا في مجال الفلك والابراج فانا ايه طبعا لانه ما شاء الله لساني ناعم جدا عليهم مش صليط الا شوي وما طصيتهم وما بهدلتم وما كشفتهم وعريتهم اه بالحلقات الماضية فهم بيجوا بس بحط الديس لايك وبطلع يعني هو مش جاي عشان هيك وفي ناس بتيجي بتحط الديس لايك وبتنزل اه اعلان لقناتها برضو الاسبان بوخذها وبعمل لها حضر لانه عندي اعلانات ما فيه لنكات ما فيه كلها لحالها بتروح لحالها يعني بدون ما اغلب حالي في هذا الموضوع فحبيت انا ادردش شوي في بعض التساؤلات الان الموضوع الاهم اللي هو اللي بيسألوني عن الطالع اللي بدهم يعرفوا طالعهم اذا انت ما بتعرف ساعة الميلاد صعب انا احكي لك طالع تاعك يعني لازم ساعة الميلاد تكون محطوطة عشان ينعرف الطالع تاعك واذا انت بتعرف ساعة الميلاد معنات البرنامج هاد اللي انا حطي لك اللينكات في صندوق الوصف سهل جدا تطلعها ولكن فيه نقطة انا نبهت عليها بالفيديوهات انه انتبه للتوقيت صيفي ولا شتوي توقيت دولتك صيفي ولا شتوي في وقت ميلادك عشان يطلع معك انت التحليل صحيح وتعرف الكواكب بدقة عشان ما نطول بهذا الرد والحكي والكلام هاد بكفي يعني ما لقيتش حدا اطصه فطصيت اللي على السباب اليوم خلينا نروح على توقعاتنا اليومية ونشوف ايش اليوم في عنا شغلات جديدة رح تكون في الخارطة الفلكية طبعا بالنسبة لتوقعاتنا اليوم اليوم الجمعة ثلاثة سبعة القمر ما زال موجود بالقوس رح يكون فيه خلوم مسار اليوم طبعا رح يكون موجود في منزلة النعائم وهي للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق تأثيره لما بكون موجود بالقوس منشعر بابتهاج ونجد الناس اكثر مرحا وننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية من ميل الى الترحال والسفر والرياضة والمغامرات بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل اليوم هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر ونبتن رح تكون في تمام الساعة واحدة وخمس دقائق يعني بتوقيت الاردن بتكون عصرا يعني اربعة وخمس دقائق بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد على مشاعرنا على مشاعر الاخرين يعني بشكل سلبي بنتعاطف مع اي حد بناخد طاقة سلبية من اي واحد بشكلنا وبرضو مندخل في جو مش جيد بالنسبة لخلو المسار طبعا رح يبدأ هو من ساعات العصر زي ما حكينا ساعة واحدة وخمس دقائق اللي هي مع بداية الزاوية هذيك على طول الخط بيبدأ خلو المسار ورح يستمر خلو المسار لغاية اليوم الثاني يعني لغاية بكرة في تمام الساعة اربعة وثمانية واربعين دقيقة صباحا يعني بمعنى اخر من الساعة واحدة لثاني يوم الساعة اربعة هنا هاي فترة تخلو المسار لما بنتقل القمر عادة من برج لاخر بشكل ما بشكل زوايا مع اي كوكب فعشان هيك بتسمى خلو المسار طبعا الفترة هاي سلبية بنسميها بفترة يعني سلبية جدا دائما بهاي الفترة بنقول انها لا تصلح لأي خطوة جديدة او مهمة في حياتنا لا توقيع عقد لا خطوبة لا زواج لا شراء شي ثمين لازم انه يعني بصلح الاشياء اللي منكون عاقدين النية على مشتراته او خلاص بدنا نشتري او بدنا نعمل او بدنا نوقع ما قبل خلو المسار طبعا القمر بما انه موجود في القوس معناته خلو المسار اللي احنا ذكرناه الان لغاية يوم اربعة سبعة صباحا بعدين بنتقل للجدي عمر القمر القمر انحسار المكتمل 12 يوم في تمام الساعة 13 دقيقة بعد العصر بصير عمره 13 يوم نسبة الاضاءة بتكون 92% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم يوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة المزاج منتحس القمر في القوس حتى يوم 4 سبعة المزاج سعيد عطارد في السرطان بيتراجع حتى يوم 12 سبعة مزاجه منتحس الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 ثمانية مزاجه سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو انتقل حكينا للجدي الان هو موجود في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه ممتزج اورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 تسعة وعشرين 11 مزاجه ممتزج ابلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تخرج في رحلة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون عندك نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء جيدة يعني بتدعمك على مستوى النفسية والشخصية فعندك حيوية عالية جدا وبرضو عندك قدرة على إنجاز كثير من الأمور خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور اليوم رح تحمل لك نوع من أنواع المفاجآت اللي منها ممكن يكون سهر وخصوصا على المستوى المالي فممكن اليوم تحصل بعض الأمور المالية أو يجيك عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم فأغلب موليد برج الحمل ممكن اليوم يحصلوا على أشياء تكون تدعمهم بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثالث فهو قوي جدا على مستوى التنقلات والحوارات والتسويق والمناقشات والمشاريع برضو هاي بتعطيك جو جيد جدا الرغبة بالخروج بنزهة أو تغيير جو أو تنقلات خلال هذا النهار اللي عندهم امتحانات طبعا أوضاعهم جيدة وخصوصا اللي بالمراحل الثانوية يعني تقريبا الأجواء مطمئنة ولكن تطلب منهم شوي التركيز أما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت أجواء البيت فيها نوع من أنواع الضغط فهذا الضغط بيجي عادة من عمل إضافي أو داخلي أو أشياء إلها علاقة بأعمال المنزل أو تراكمات أو مرعقارية أو حتى خلافات عائلية أو قلق على أحد الأبناء يعني تعمل نوع من أنواع التقلب على هذا المستوى في منك ورح يفكر في أمور إلها علاقة بالأجار أو شراء بيت جديد أو التنقل من بيت لبيت ولكن ركزوا على توقيع العقد والشروط وبرضو تفقدوا المكان اللي بتكون تنقلوا عليه أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا جيدة عواطفك جيدة خلال فترة هاي بالعكس عندك طاقة إيجابية تجمع ما بينك وبين الحبيب أو تعمل نوع من أنواع التقابل أو التلاقي خلال هذا النهار وبرضو بتعطيك رغبة للإندفاع في أمور إلها علاقة بالنزوات حاول قدر الإمكان أنك تسيطر منه ما تخالف يعني أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل فممكن تحقق بعض الإنجازات الرائعة على مستوى العمل اليوم ممكن تنجز أعمال كثيرة ممكن تفكر في بعض الملفات أو أشياء لها علاقة بعمل جديد أو تروج لعمل جديد وبالمقابل برضو عندك قدرة للمحافظة على صحتك أو الاهتمام بمواضيع صحية أو أدوية أو علاجات أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى الشراكي فهي بتعمل نوع من أنواع التلاقي أو التقابل ما بينك وبين الشريك وبرضو بتعمل على نوع تدعيم العلاقة ما بين الشركاء بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة تقريبا روتينية ولكن تقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اللي لها علاقة بالمال ممكن تهتم بتحصيل بعض الأموال وممكن تجد شيء كنت فاقده بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء كما ذكرناها في بداية التوقعات جيدة وبتدعمك بشكل ممتاز فحاول أنك تستغلها أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيت السمعة بنقول لك أنه ما تغامر وما تجارة ما تخالف القوانين ما تعصب خلال هذا اليوم حاول أنك أنت برضو توفق ما بينك وبين علاقاتك الاجتماعية بشكل جيد وفي منك رح يهتم بأمور إلها علاقة بالزملاء أو برأساء أو بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو برضو بيدعمك بشكل قوي جدا يعني اليوم ممكن تنشط بأمور إلها علاقة بمناسبة أو لقاء أو اجتماع بينك وبين الأصدقاء أو اتصال تتواصل معهم أو تهتم في موضوع بتعلق في أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب برضو الأجواء بتحمل نوع من أنواع الشكوك أو التعب أو اللي توسوس من بعض الأمور يعني ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال وبرضو ممكن أنه شوية الأمور هيك يكون فيها نوع من أنواع القلق أو الشك الصحي برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالي المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات قدر المستطاع سارع في تهدية الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أن تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم يعني ثقتك في نفسك أعلى من الأيام الماضية وبتحملك بعض الأشياء الإيجابية اللي بتدعم من شخصيتك خلال هذا اليوم بتلاقي حالك فجأة انشحنت بطاقة عجيبة غريبة بتعطيك دافع أنك أنت تنجز كثير من الأعمال وتتحرك بأكثر من اتجاه أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا قوية جدا عن المستوى المالي فممكن اليوم تحصل بعض الأمور المالية اللي بتجيك عادة من عمل إضافي أو مساعدات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو تفكر في أمور إلها علاقة بتحسين الوضع المالي وبتكون برضو لصالحك أما بالنسبة للبيت الثالث فما زالت الأجواء متقلبة يعني بتشحنك بنوع من أنواع العصبية بيتخليك شوي مزاجك متعكر خلال هذا اليوم ممكن تتوتر من بعض الأمور ممكن ما تنتبه أثناء حركتك فتتعرض لإصابة انتبه أثناء قيادتك للسيارة برضو لازم لأن الفترة هاي مش مناسبة وعطارد أساسا في البيت الثالث بشتت الذهن عندك وبخليك متسرع في قراراتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت أحسن من الأيام الماضية بتعمل نوع من أنواع التقارب أو التلاقي ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن اليوم برضو تحمل لك إشي إلو علاقة باجتماع أو لقاء أو موضوع عائلي أنت بتساهم فيه يعني تقريبا الأجواء شبه مستقرة ولكن إن كان في خلاف أو في جدال أو في نقاش حاول أنك ما تستفز الموجودين والثير مشكلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي برضو جيدة يعني اليوم تدعمك على المستوى العاطفي وبتعمل تقارب ما بينك وبين الأحبة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بالحبيب أو اهتمام بأحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو بتجمع ما بينك وبين يعني العمل فاليوم رح تهتم بمسائل عملية ممكن تهتم بإنجاز بعض الأعمال أو تساهم في يعني تطوير عملك أو أفكار بالدعم من وضعك العملي وفي منك رح يهتم بالوضع الصحي ولكن بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو على مستوى الشراكي هي روتينية ولكن إجمالا فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتقارب ما بينك وبين الشريك بتعمل نوع من أنواع التلاقي أو حب لمغامرة أو خروجة أو نزهة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع يعني الأجواء تقريبا متقلبة على مستوى الاتصالات أو الاهتمام بأشخاص خارج البلاد ممكن قلق على مسألة معينة أو تتصل بدولة خارجية للإطمئنان على صحة شخص بعز عليك أو ممكن تهتم بأمور العلاقة بالدراسة أو البحث أو المراسلة أو شراء شيء عبر النت أو أشياء لها علاقة بدراسة لغة أو نقاشات لها علاقة بالفلسفة والدين ولكن بدك تدير بالك من العصبية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة جدا على مستوى السمعة بتدعمك بشكل قوي وبتعمل نوع من أنواع التقارب أو التلاقي ما بينك وبين أشخاص بتثق فيهم أو ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 المسائل اللي لها علاقة بالعمل أنه يتراكم العمل عليك وبرضو بدك تنتبه لصحتك بشكل جيد ما تغامر وما تدخل على مناطق أنت بتجهلها يعني يخليك دائما في منطقة الأمن برج الجوزاء يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة هذه الفترة يعني بتحمل نوع من أنواع الضغوط لأن القمر بما أنه موجود مقابلك معناته بدي يضعف من طاقتك عشان هيك بدك تركز بشكل جيد تشحن حالك بطاقة إيجابية حاول أنك ابعد عن السلبيات ابعد عن الضغط وحاول أنك تشحن حالك بقوة الصبر والمرونة ما بنفعك المشاكل خلال هذا اليوم ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة ودعميتك على المستوى النفسي رغم كل الضغوط اللي موجودة من بيتك السابع فبتلاقي حالك مشحون بطاقة وعندك ثقة عالية بالنفس يعني بتقدر تنجز كثير من الأعمال والمهام خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء متقلبة على المستوى المالي فهي بتدفعك للإصراف أو لعملية أنك أنت كيف تحصل على أموال مش مشروعة بدك تتفكر في هاي الأمور بشكل جيد ممكن يعني بعضك يحصل على بعض الأموال ولكن المصاريف أكثر ممكن تقلق بشأن وضع مالي أو دفعات أو مصاريف خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى التنقلات والحوارات وبرضو عندك قدرة على الإقناع عالية جدا عندك سرعة بديهة ممتازة وبرضو رغبة بالنقاشات بتكون فيها نوع من أنواع الحيوية وبتعطي نوع من أنواع التقارب أما بالنسبة للبيت الرابع بدعمك على مستوى البيت فاليوم أحسن من الأيام الماضية بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تحمل نوع من أنواع المصالحة أو أشياء إيجابية على مستوى البيت زي أعمال روتينية مثلا ورشة تصليح ترتيب اهتمامات بأحد أفراد العائلة ووضيع نقاش تعزيل وترتيب هاي الأمور كلها تقريبا بتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء الجيدة بتدعم من علاقاتك ومن عاطفتك وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب خلال هذا النهار ممكن تهتم بأحد الأبناء أو بموضوع بتعلق في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني تقريبا على مستوى العمل بنحكي إيجابية برضو بتدعمك على مستوى العمل وبتدعمك على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار أو التفكير في أي شيء له علاقة بالعمل وبرضو بتدعمك على المستوى الصحي صحيح أنه ممكن تحملك بعض الإرهاق أو التوتر الصحي ولكن الأمور إيجابية أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا متقلبة يعني ممكن تقلق بشأن وضع مالي تفقد بعض مقتنياتك تصرف بدون حساب من أو مال غيرك حاول أنك تركز بالأمور هاي بشكل جيد ما تدخل بأي شيء له علاقة بالديون بالفترة هاي لأنه الأجواء بدها دراسة وبدها حسابات ممكن يقلقك وضع مالي معين أو حسابات أو التزامات بالفترة هاي حاول أنك تركز بشكل جيد بدون عصبية وتعرف شو أنك أنت يد أنك أنت تسدد أو تدفع أو أنها بتنحل الأمور ولا لا ولكن بطريقة إيجابية أما بالنسبة للبيت التاسع في الأجواء برضو بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمواضيع علمية أو بحثية أو دراسة أو نوع من أنواع الاهتمام ببعض الأشياء اللي إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد ممكن تهتم فيهم بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى علاقاتك فاليوم تنشط ما بين علاقاتك ومعارفك كتواصل وممكن تلجأ لبعض الأشخاص لمشاورته في مسألة معينة أو لأخذ رأيه في مسألة معينة صحيح أنك أنت ما بتأخذ بالنصائح ولكن برضو راح تسمع هاي المرة نصائح ممكن تتجاوب معك أو تيجي على حسب مزاجك في برضو منكو راح يكون له نوع من أنواع التقارب ما بين زملاءه أو رؤساءه بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فضاغط على مستوى علاقاتك ممكن تندفع وتتهور مع بعض الأصدقاء في شيء معين ولكن في منكو ممكن يدخل بخلاف أو نقاش حد ما بينه بين أحد الأصدقاء فبدو يدير باله من الحدية والعصبية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا جيدة خلال هذا النهار بتدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم بشؤون صحية حاول أنه برضو تأخذ قصد كافية من الراحة وحاول أنك ما تجهد حالك برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم كون منظم وأحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك وما تأجل ولا تماطل العمل حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع التقلب على المستوى الشخصي بتحس حالك مضغوط بتحس حالك عندك يعني طاقة سلبية شوي مشحون بسلبيات شوي بدك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان تتجاوز هاي الضغوط أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها إيجابية بتدعمك على المستوى المالي فمنكم ممكن يحصل على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو مساعدات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى التنقلات والاتصالات وعندك سرعة بديهة عالية ومقنع بشكل كبير أثناء النقاشات أهم شيء إنك تمسك حالك من العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالبيت وبتقارب ما بينك وبين أفراد العائلة بشكل جيد ممكن تحمل لقاء أو مصالحة أو تقارب أو اهتمامات مشتركة عائلية زي ترتيبات أو تصليحات أو اهتمامات بشؤون عقارية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء شوي فيها نوع من أنواع التقلب فعشان هيك بتحمل نوع من أنواع القلق اللي بتعلق في أحد الأبناء أو بتعلق في أحد الأحبة ممكن تنشط بلقاء أو اتصال أو تواصل مع الحبيب خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع ما زالت الأجواء ضاغطة على أمور إلها علاقة بالشريك شريك المال أو العاطفي أو ما بين الأزواج وهاي بتسبب حدية بالطباع أو اتخاذ قرارات بتكون خاطئة بالفترة هاي بدك تركز بشكل جيد حاول تدرس الوضع حاول تعطي يعني فترة من الوقت يبل ما تصدر القرارات وخصوصا للأزواج اللي بكون بينهم خلافات طبعا السبب إيش أنه أنت بتحكي قاعد عن بيت الشراكي اللي هو الجدي بلوتو والمشتري وزحل بتراجعوا كلهم في بيت الشراكي فلازم يعمل لك مشاكل أو لازم يقلب في مزاجك فعشان هيك حاول قدر الإمكان ما تستسلم لهاي الامتحانات عشان ما تفشل أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على مستوى الأموال المشتركة فبتحمل لك بعض الفرص أو الاهتمامات المالية أو الالتزامات أو أمور إلها علاقة بأوراق أو ديون أو محاسبية أو بحث عن أشياء أنت بتكون فاقدها أو الاهتمام بأشياء إلها علاقة بالغيبيات أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالبحث أو الإطمئنان على أشخاص أو أنت بترغب في التنقلات اللي بتكون على الشوارع المفتوحة ولكن أهم إشي أنك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى السمعة ولكن نقول لك حافظ على سمعتك حاول أنك ما تخال في القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تحاول أنك تدمر سمعتك بتصرف راقب أي شيء ممكن أنه يعمل أي خلل على سمعتك ممكن يصير لك مشاكل اليوم مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أو مع أحد المعارف أما بالنسبة لبيتك 11 فهو يعني جيد على مستوى الأصدقاء بدعمك وبيعمل تقارب ما بينك وبين الأصدقاء وتلاقي وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية بمساعدتهم وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلي أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء بتدعمك بقوة فعشان هيك ممكن تهتم بإنجاز بعض الأعمال اليوم أو تنجح بإنجازها وبرضو تهتم ببعض الأعمال الإضافية وممكن تهتم بشؤون العلاقة بالتغذي أو الصحة برضو بتكون ممتازة وبتدعمك بقوة برج الأسد تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم مش إنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء أهم إشي برضو تستغل الفترة هاي بتصحيح الأخطاء أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة خلال هذا النهار بشكل نسبي وأحسن من الأيام الماضية وبتدعمك بقوة على المستوى الشخصي والنفسي فبتلاقي عندك حيوية عالية جدا رغم الضغوط اللي موجودة عندك من بيت متاعبك إلا إنه شوي اليوم أفضل من الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي فهي بتحمل لك بعض المكاسب المالية اللي عادة بتيجي من عمل إضافي أو مساعدات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم يعني بمعنى آخر هاي بتساعد بشكل جيد وقوي جدا بالنسبة لإلك إنها تحسن من مستوىك المالي إذا ركزت بشكل جيد أهم شيئنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والتنقلات والحوارات برضو مقنع بشكل جيد جدا خصوصا للأطراف اللي حواليك فممكن اليوم تقنع أي شخص بوجهة نظرك وعندك رغبة بالحوار والنقاش والتنقلات والاتصالات خلال هذا النهار بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع برضو بيدعمك بشكل قوي بيدعم من علاقاتك المنزلية والعائلية وبيعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن تنجز بعض الأعمال المنزلية اليوم بشكل جيد أو ممكن يكون فيه لقاء عائلي أو مناسبة مثلا أو لمة أو نقاش عائلي في مسألة معينة وبكون لك وجهة نظر إيجابية ممكن تهتم أو تنجز بعض الأعمال المنزلية وتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي مثل ما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس الأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه متقلب لخلال هذا اليوم ممكن تهتم بإنجاز بعض الأعمال ولكن أنه إن شاء الله أنها بتكون جيدة ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة وبرضو تكون لصالحة ولكن الإهتمامات بالأمور العملية هي اللي رح تكون ظاهرة بشكل كبير على الساحة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو بتدعم من علاقاتك خصوصا مع الشريك وبتعمل نوع من أنواع التقارب ممكن تحمل مصالحة أو تلاقي على مسألة معينة أو تراجع عن قرار سابق أو التعاطف مع الشريك في مسألة معينة يعني شريك المال شريك العاطفي ما بينكو بين الأزواج كلها هاي إيجابية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى الأمور المالية المشتركة فبتحمل بعض المفاجآت اليوم إما لتحصيل بعض الأموال اللي إلك أو نوع من أنواع الدعم أو الهبات أو المساعدات أو أشياء لها علاقة منك بتجد شيء كونت فاقده أو ممكن ينعرض عليك عرض إلو علاقة بالأمور المالية كنوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو يعني اليوم تحمل نوع من أنواع الطاقة لا الاتصالات أو الرغبة بالتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل فلسفية أو دينية أو نقاشات أو حوارات ممكن برضو يكون لك بعض الاهتمامات بأشخاص خارج البلاد تهتم فيهم أو تطمئن عليهم أو تتواصل معهم أو رغبة في أمور العلاقة بالدراسة أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى العلاقات العامة فاليوم ممكن يحمل لك مفاجئة على مستوى بعض الأشخاص أنهم يتواصلوا معك أو أنت تتواصل مع بعض الأشخاص بشكل مفاجئ شيء له علاقة بمكانتك الاجتماعي فممكن يكون لك اليوم إما مستشار يعني تستشير حد أو تتقابل أنت وحد مهم أما بالنسبة للأمر العملي فممكن تنجز بعض الأعمال اليوم بمساعدة أو بمساندة زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فالأجواء جيدة جدا وحافلة اليوم فممكن تحمل لك لقاء أو تواصل أو اتصالات أو تلاقي أو مناسبة تجتمع فيها أنت وبعض الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء يعني بتكون اللقاءات جيدة أما بالنسبة للبيت المتاعب فما زال ضاغط عشان هيك يبضغط على أمور إلا علاقة بالعمل وبضغط على أمور إلا علاقة بالصحة حاول أنك أنت يعني ما ترهق حالك كثير راقب غذائك بشكل جيد وخذ قسط كافي من الراحة برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر مشاكل شخصية أهم مش إنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء شوي فيها نوع من أنواع العدائية والأجواء متوترة أهم شي إنك تراعي وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة وبتدعمك اليوم يعني بتلاقي إنه حالك رغم إنه القمر عامل زاوي التربيع إلا إنه بتلاقي شوي نفسيتك أحسن من الأيام الماضية وبتلاقي حالك مشحون بطاقة إيجابية وخصوصا من ساعات الصباح بتزيد هاي الطاقة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على مستوى الأمور المالية فبتحملك بعض الأشياء الإيجابية اللي لها علاقة بالمال فممكن تحصل بعض المكاسب المالية وممكن يجيك عمل إضافي مثلا أو نوع من أنواع المساعدات أو الهبات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى التنقلات والحوارات والاتصالات فممكن اليوم تنشط بكثير من الأشياء اللي تكون إيجابية لصالحك ممكن تناقش بحيوية وبرضو عندك سرعة بديهة عالية ولكن أضبط حالك من العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس ما زالت الأجواء شوي متقلبة ولكن اليوم ألطف شيئا ما على مستوى بيت العاطفي أو إنجاز بعض الأعمال العاطفية أو تواصل مع الحبيب أو مع أحد الأبناء أو التلاقي على مسألة معينة ممكن اليوم يكون فيه تقارب جيد ما بينكم عاطفيا أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى العمل فبتحمل لك بعض الفرص ممكن إنجاز بعض الأعمال أو تهتم ببعض المسائل الجيدة على مستوى العمل أو أمور إلها علاقة بالوضع الصحي ولكن راقب وضعك الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ما زالت يعني فيها نوع من أنواع الضغط ولكن إجمالا بيحملك اليوم إما تراجع عن قرار أو تقارب ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفي يعني ما بين الأزواج فبتحمل أشياء إيجابية أو مصالحات أو مثلا رفقة على مشوار ما أو الاتفاق على عمل ما أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ما زالت ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة فهي بتسبب نوع من أنواع الحدية أو التوتر أو القرارات الخاطية خصوصا بأمور الأموال المشتركة حاول أنك تراقب أموالك بشكل جيد ما تكفى الحد بلاش برضو حد ينصب عليك الفترة هاي وفي المقابل ما تدخل بمشاريع بدون دراسة وتفشل في سدادها وبرضو ما تأخذ على أمور القروض والديون بدون دراسة وضعك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل العلمية أو الدراسية أو البحث عن مسألة معينة أو حتى التسوق من خارج البلاد أو الاهتمام بأشخاص بمؤسسات تعليمية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى السمعة وعلى مستوى علاقاتك العامة فممكن اليوم تنشط بين علاقات أو معارف أو لقاء أو اجتماع أو ندوي مثلا أو مؤتمر أو دورة وممكن برضو يكون لك بعض التعامل مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء ما زالت متقلبة على مستوى بيت الأصدقاء فهي بتحمل نوع من أنواع التوتر بعلاقة ما أو مناسبة أو ردة فعل سلبية من أشخاص أصدقاء لا إلك ممكن تتدايق من صديق أو تواجه صديق اليوم وممكن توجه انتقاد فتخسر صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا لغاية الصباح بتكون ضاغطة ولكن من بعد الصباح بتصير إيجابية فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي لها علاقة بالصحة أو الرقابة الدوائية أو مراجعة الطبيب أهم شيء أنك ما تجهد حالك كثير وحاول أنك تأخذ قسط من الراحة من فترة لأخرى برج الميزان بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات يوم مناسب لاجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار ممكن تدعمك الحظوظ في بعض المسائل ولكن في أمور الامتحانات بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحظوظ بتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتمتع بسرعة بديها وخاطر وبتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى النفسي شيئا ما هو الأجواء روتينية تقريبا ولكن أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية بتقدر تشحن حالك بطاقة نفسية جيدة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي برضو ممكن اليوم تحصل على بعض الدعم أو الهبات أو المساعدات أو دعم بيجيك من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناه في بداية التوقعات يعني بدك تحاول برضو من ساعات الظهر أنك تنتبه أثناء القيادة بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها متقلبة على مستوى البيت رغم أنها اليوم يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية إلا أنه برضو بتحمل نوع من أنواع التوتر أو ممكن هيك يكون في نوع من أنواع النقاشات الحادة أو شوي هيك اهتمامات منزلية أو عائلية تكون مجهدة أو مرهقة لإلك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء برضو على المستوى العاطفي جيدة لغاية ساعات الظهر ولكن من بعد ساعات الظهر بدك تدير بالك لأنه ممكن تعصب أو تنفعل أو تحتد مع أحد الأحبة أو مع أحد الأبناء بدك تمسك حالك وممكن تحمل نوع من أنواع القلق أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية وخصوصا من ساعات ما بعد الظهر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ضاغطة ما زالت على مستوى أمور الشراكة فعشان هيك بتعمل نوع من أنواع الحدية أو التقلف في المزاج أو بكون فيه نوع من أنواع المشاحنة ما بينك وبين الزوج تحديدا يعني فعشان هيك بدك تمسك عصابك ما تكبر الأمور وما تدخل بخلافات ولا نقاشات حادي لأن الأمور مش لمصلحتك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم الطالب بديون لا إلك أو يجيك خبر لتحصيل بعض الديون وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى أمور الأموال المشتركة الأموال اللي ما بتعود لك ممكن تهتم فيها اليوم أو تهتم ببعض المبالغ أو بسداد أو فواتير أو ديون أو جمعيات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا وبيدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالتسويق أو الدورات أو أمور إلها علاقة بالدراسة أو شغلات إلها علاقة بالبحوث أو إنجاز مشروع معين أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء ضاغطة على مستوى السمعة فعشان هيك منقول لك بالفترة هاي دير بالك الجازف أو تخالف القوانين حاول ما تدخل بعمل مشبوهة أو ما تنفعل وتعصب لأنه ممكن حتى تخسر أحد الأطراف أو الناس اللي أنت بتعرفهم وممكن يعني تدخل بصدام ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة اليوم على مستوى الأصدقاء فممكن تحمل لك إما لمة أو اجتماع أو زيارة أو اهتمام ببعض الأصدقاء أو أصدقاء يهتموا فيك أو ممكن تلاقي على مسألة معينة وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تكون المناسبة عندك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء متقلبة فعشان هيك منقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة وحاول أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وحاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة ممكن تقلق على صحة أحد الأحبة خلال هذا النهار برج العقرب تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك كونوا حذرين في النفقات امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك كون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقشة دعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات أو التوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربح أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى النفسي تقريبا روتيني إلا أنه شوي بيء ممكن يتقلب مزاجك خلال هذا النهار أو تشعر ببعض الضغط أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي فهي بتحمل لك بعض الفرص المالية أو ممكن مكاسب مالية تجيك من عمل إضافي أو بعض الاهتمامات للسداد أو للدفعات أو ممكن تحصل على دعم يجيك من عمل يعني زيهبة أو مساعدة أو تجيك هدية مثلا أما بالنسبة للبيت الثالث فأنت اليوم نشيط كثير عندك حيوية عالية جدا عندك قدرة على الإقناع على التواصل ممكن اتصالاتك تكون كثيرة جدا لدرجة نوع يعني احتمالي أنك ما ما تهدأ من التواصل أو الاتصالات أثناء النقاشات إذا ناقشت بهدوء معناته راح تحقق نتائج جيدة ولكن دير بالك من العصبية والتقلب بالمزاج أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء برضو بتدعمك خلال هذا اليوم على المستوى العائلي فبتحمل لك إما تلاقي أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن يكون فيها مصالحة أو تلاطف في مسألة معينة حاول أنك أنت تقارب بين وجهات النظر ممكن يكون لك بعض الاهتمامات البيتية أو العائلية بشكل مميز أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها إيجابية وبتقارب ما بينك وبين الحبيب يعني بتعمل نوع من أنواع الأجواء الجيدة للتقارب مع الأحبة أو التواصل معهم أو لقاءهم وممكن يكون لك اهتمام بأحد الأحبة أو أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فما زالت الأجواء ضاغطة والسبب طبعا اللي بيسأل بقول ليش الصحة الصحة البيت السادس لا إلك والبيت السادس أساسا معروف للعمل والصحة فعشان هيك بتحس بنوع من أنواع الضغط حاول قدر الإمكان أنك تراقب صحتك وما تتسرع أثناء عملك يعني بدك تركز بشكل جيد وتساوي بين الأمور بشكل جيد لأنه الأجواء ما بتساعدك وبرضو تعمل نوع من أنواع القلق الصحي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي فالأمور متقلبة وهي بتحدث بعض المشاكل الفجائية أو التقلبات الفجائية حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية ما تستسلم للأمور وما تكبر الفجوات أو الثغرات ما بينك وبين الحبيب صحيح أنه بتحمل لبعضكم تلاقي أو تقارب أو ممكن مصالحة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى أمور إلا علاقة بالأموال المشتركة فممكن تهتم ببعض المبالغ أو ببعض الديون أو الحسابات أو الاهتمامات بأموال الغير أهم شيء أنك ما تكفى الحد ممكن تحصل على بعض الديون اللي إلك أو بعض المكاسب المالية خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأجواء ضاغطة على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن شوي تحمل لك نوع من أنواع الضغط أو التوتر أو القلق على شخص خارج البلاد وممكن برضو يكون لك بعض الاهتمامات اللي ممكن تتعطل يعني زي أنك أنت بدك تتواصل مع شخص تتواصل معك أو دعم من خارج البلاد وما يجيك أو أمور إلها علاقة بالمشتري أشياء مثلا عن من بلد وبتستنى فيها تيجيك في البريد تتأخر فهاي كلها تعطيلات وممكن تيجي التعطيلات على مستوى الدراسة أو على مستوى أمور إلها علاقة بالامتحانات والنقاشات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فبتدعمك بشكل جيد وبتعمل نوع من أنواع تقارب ما بينك وبين بعض الأشخاص أو العلاقات العامة وممكن يكون مع زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد وبيدعمك بقوة وبعمل تقارب ما بينك وبين الأصدقاء خلال هذا اليوم أو تلاقي معهم وممكن يهتمام بمسألة إلها علاقة بمناسبة مثلا أو دعوة حفلة ممكن لقاء عادي أو يعني بجمعك بالصديق بشكل جيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا روتينية حاول أنك تنجز أعمالك الضرورية والمهمة وما تخلي الأعمال تتراكم عليك وفي المقابل بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد من التقلبات وبرضو حاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة خلال هذا اليوم ممكن تقلق بشأن أحد الأحبة برج القوس تقدكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية هذه الفترة بتحملك انفراج وتقدم ملموس بعد مراوح وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور ممكن تشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وتستعيد سيطرتك وتحقق نجاح باهر خلال هذا اليوم طبعا بما أن القمر صار لعندك معناته نفسيا أنت راح تكون أحسن ورح تكون مشحون بطاقة مثل ما ذكرنا أما بالنسبة للبيت الثاني فيعني تقريبا الأجواء المالية شوي هي المقلقيتك بالفترة هاي بتحمل بعض التقلبات المالية صحيح أنه ممكن تحصل على بعض المكاسب اللي بتجيك من عمل إضافي أو نوع من أنواع الهبات أو المساعدات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بالمقابل تزداد مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى التنقلات والحوارات وممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا اليوم عندك سرعة بديهة عالية وبرضو يعني عندك رغبة بالاتصالات والتنقلات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الشوي الأمور الروتينية صحيح أنه فيها نوع من أنواع الضغط يعني ممكن أنها تسبب لك خلاف أو حدية أو قلق على أحد أفراد العائلة أو على مسألة إلها علاقة بالبيت يتراكم عليك العمل أو يكون العمل يعني مجهد ولكن أنه الأجواء تقريبا بيكون فيها أشياء إيجابية لصالحك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ضاغطة على المستوى العاطفي يعني بتعمل نوع من أنواع الجراءة أو التطور للعلاقة العاطفية أو ممكن مشاحنة ونوع من الاستفزاز فتخسر فيها وضع عاطفي ممكن فرض السيطرة على أحد الأحبة أو الأبناء يشكل لك عقبي أو يكبر المشاكل أو الخلاف ما بينكم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكينها جيدة بتدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فممكن تشعر ببعض التقلبات ولكنها عابرة وممكن أنه تهتم بمسألة إلها علاقة بالعمل أو تطوير للعمل أو تنشط ببعض الأمور العملية وممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية إلك أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا جيدة جدا ومبتدعمك ما بينك وبين الشريك فبتعمل نوع من أنواع التلاقي أو التقارب أو بتجيب لك بعض الفرص اللي إلها علاقة بالارتباط في خلال الفترة طبعا الارتباط مش لك كل موليد برج القوس أكيد لنسبة قليلة بخصوصا أن الأجواء لسه ما اكتملت بكل إيجابيتها أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي هي الضاغطة الأموال المشتركة هي اللي بتضغطك الديون الالتزامات الدعم يعني محاولة طلب ديون أو قروض مثلا بالفترة هاي كلها هاي بتشكل لك نوع من أنواع الضغط والتوتر أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى اتصالاتك لبعيدة أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد فممكن يكون لك اهتمام بشخص أو بموضوع أو بعلاقة وممكن يكون لك نوع من أنواع للرغبة بالدراسة أو للاطلاع على مسألة معينة أهم إشي أنك تركز بشكل جيد وفي نفس اللحظة انتبه أثناء القيادي وخصوصا على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء برضو جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة وبتعمل نوع من أنواع التقارب بينك وبين أحد العلاقات مثلا علاقة لا شخصية أو لشخص مهم أو إداري أو تتواصل معا لأجل مساعدتك في مسألة معينة وممكن يكون لك تواصل مع زميل أو مع رئيسك بالعمل بشكل جيد أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فبيدعمك بشكل قوي وبيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أصدقائك فممكن هذه تحمل لك نوع من أنواع الإيجابية لمناسبة مثلا أو لقاء أو تواصل مع صديق لمساعدتك في مسألة ما يعني الأجواء تقريبا إيجابية وبتدعمك بقوة خلال هذا النهار أهم شأنك تستغلها بشكل قوي أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء روتينية بتحمل بعض الضغط يعني عليك في بعض المراحل فعشان هيك نقول لك لا تجهد حالك كثير أرتب أمورك بشكل جيد إنجز الأعمال وما تخليها تتراكم عليك راقب وضعك الصحي خذ أدويتك راقب غذائك وخذ قصد كافي من الراحة لا تهمل أمورك الصحية برج الجدي يجب الانتباه يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي ما تحسم أمر الفترة هاي سلبي ومخيب الآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها وبما أنه بيت المتاعب ضاغط معناته البيت الأول يعني شوي بيضغط عليك بشكل سلبي فعشان هيك بيظهر مكانها الوسواس والقلق والأمور أو الطاقة السلبية بتكون مشحون بطاقة سلبية عالية جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني بتحمل بعض الفرص المالية اللي بتيجي عادة من هبات مساعدات دعم أو نوع من أنواع الاهتمام ببعض المسائل اللي بتيجي من عمل إضافي أهم إشي أنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة لبيتك الثالث فالأجواء تقريبا يعني جيدة وبتدعمك خلال اليوم على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالترويج لعمل أو نقاش في مسألة معينة أو امتحانات بحاجة لدراسة واعتماد على جهدك مش على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ما زالت على مستوى البيت بتحمل نوع من أنواع الضغط إما ضغط على مستقلة عقارية أو على مسألة إلها علاقة بأحد أفراد العيلة ممكن هاي شوية تخليك محتد أو عصبي وتحاول أنك تفرض سلطتك أو تتحكم بالأشخاص فعشان هيك رح تخسر ورح تخسر الأشخاص انتماديت في هاي المسألة حاول تكون لين وما تخلي عصبيتك هي اللي تسيطر على هذا الموضوع وبرضو ما تخلي الأعمال تتراكم عندك وانتبه أثناء حركتك في البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء يعني تحمل بعض الفرص الإيجابية على المستوى العاطفي وتعمل تقارب ما بينك وبين الحبيب أو تلاقي أو ممكن تهتم ببعض المسائل العاطفية بالحبيب أو بأحد الأحبة أو أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الصحة وعلى مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية خلال هذا النهار وبتكون برضو إيجابية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ما زالت ضاغطة على مستوى الشراكي فعشان هيك يعني هاي الفترة بتهدد أمور إلها علاقة بالشركاء المال أو الأزواج فبتكون تديروا بالك أثناء النقاشات أو أثناء التعامل من الحدية والعصبية والتقلب المزاج أو الشكوى أو الاحتجاج بشكل علني ومؤذي على تصرفات الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة بتدعمك على مستوى الأمور المالية المشتركة فممكن يجيك بعض الدعم أو بعض المساعدات أو تهتم أنت بجلب بعض الدعم فتحصلوا خلال هذا اليوم وممكن يكون لك اهتمام بقرض أو مساعدة برضو هاي بتفتح لك مجالات جيدة ولكن أهم إشي إنك ترتب أمورك المالية بشكل دقيق أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المواضيع اللي إلها علاقة بشخص خارج البلاد ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع مؤسسات تعليمية أو أمور إلها علاقة بالدراسة أو الامتحانات أو أشياء مثلا أنت مشتريها وبتنتظرها تجيك من دولة أخرى أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة وفي نفس اللحظة بتقارب ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة للبيتك 11 فهي جيدة ما بينك وبين الأصدقاء وبتعمل تقارب فممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تلاقي مع صديق أو تواصل أو تقارب بشكل جيد أما بالنسبة للبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات وبدك تحذر خصوصا من الأمور الصحية برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة وممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح ممكن تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة خلال هذا اليوم مدعوم بثقة بالنفس برضو بتعزز ثقتك باللي حواليك وممكن يصير فيه نوع من أنواع العمل المشترك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء برضو جيدة على المستوى المالي ممكن اليوم تخف الضغوط النفسية على المستوى المالي وممكن تفكر في بعض الحلول أو تجيك بعض بشائر الخير اللي يكون من وراها نوع من أنواع المساعدة أو الدعم أو إشي يعطيك نوع من أنواع الأمل أهم إشي إنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ما زالت ضاغطة ومشحون أنت بعصبية عالية جدا بدك تنتبه طبعا البيت الثالث المريخ اللي بحكمه فعشان هيك بأثر عليك بسلبية وبشحنك بعصبية واندفاع وتهور أثناء تنقلاتك وأثناء حركتك بدك تنتبه وما تعصب ما تحتد وانتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء حركتك من الإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء اليوم أحسن وألطف على مستوى البيت يعني أفضل من الأيام الواضية ممكن تحمل بنوع من أنواع التقارب أو التلاقي ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن حل مسألة أو نقاش على حل مسألة إلها علاقة بالوضع العائلي ممكن تهتم ببعض التصليحات أو الترميمات أو أمور إلها علاقة بالمشتريات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العاطفي فبقارب ما بينك وبين الحبيب وبرضو بتحملك بعض المساعدات أو التقارب ما بينك وبين الأحبة إما أنك أنت بتساعدهم أو هم بساعدوك في مسألة معينة وممكن يكون نوع من أنواع تقارب ما بينك وبين أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس والسؤال اللي توجه لي شو سبب الوضع الصحي المتردي عندي كثير من مواليد برج الدلو طبعا السبب أنه أوليش الشمس والدلو موجودات في البيت السادس عندك اللي هو السرطان والشمس لحالها بتكركب أو بتضغط على الوضع الصحي فما بالك كمان عطارد موجود وبيتراجع فبيعطي طاقة سلبية أكبر ومفاجآت كمان على الوضع الصحي يعني ممكن تتطور الأوضاع بشكل سلبي أو يصير الآلام والأوجاع بشكل سلبي أو يظهر مرض بشكل مفاجئ فعشان هيك يعني هاي الأمور بتظلها متقلبة وضاغطة بتخفي شوي بعد تاريخ 15 الشهر لأنه 12 الشهر بنتهي تراجع عطارد بده ثلاثة أيام بعديها يعني 15 الشهر ولغاية ما ينتقل برضو الشمس تنتقل من بيت الصحة لمقابلك يعني برضو هاي بدها لغاية 22 الشهر لتستقر في الأسد صحيح أنه ما رح تنهي آلامك يعني بظل في ضعف عندك بالنسبة للطاقة والصحة طالما أن الشمس موجود في المنازل المقابلة لا إلك فعشان هيك ولكن بتخف من بعد 20 الشهر أخف ضغوطها بتصير من الفترة هاي اللي إحنا موجودين فيها أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الشراكي وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بين الشركاء أو ما بين الأزواج ممكن تحمل تلاقي أو مصالحة أو تراجع عن قرار سابق أو ممكن تفاهم على مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأمور المالية المشتركة فاليوم ممكن يعني يجيك دعم أو مساعدة أو خبر على دعم معين أو مساعدتك في مسألة معينة يعني الأجواء تقريبا بتكون إيجابية وبتدعمك بقوة فحاول أنك تستغلها ممكن أن تهتم بمشروع أو فكرة جديدة أو تتواصل مع أشخاص لدعمك أو قرض أو نوع من أنواع الأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا يعني نقدر نحكي أنها شيئا ما جيدة هي صحيح فيها نوع من أنواع الضغوطات أو الأخبار السلبية ولكن إجمالا ممكن يجيك أخبار جيدة خلال هذا اليوم وممكن تتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو يكون لك إهتمامات على مستوى التعليم أو النقاش أو ترويج لمشروع معين أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرناه في بداية التوقعات يعني تقريبا الفترة هاي بتدعمك على مستوى علاقاتك وعلى مستوى أصدقائك يعني تقريبا مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بشكل إيجابي وممكن يكون لك تعامل مع زميل أو مع رئيسك بالعمل ويدعمك بشكل جيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا بنحكي إيجابية يعني بتقدر اليوم تنجز الأعمال وما بتخليها تتراكم وبرضو بكون لك بعض الإهتمامات الصحية بشكل جيد خلال هذا النهار برج الحوت يوم مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في الدفع بمصالحه بيحافظ على إنجازاته القايمة أهم يش إنك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين ويحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة ويحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع يعني الروتينية خلال هذا النهار يعني أقل من سلبية الأيام الماضي فممكن تشحنك بالطاقة أو تكون ثقتك بالنفس جيدة ممكن تتفكر في نزهة أو تغيير الجو أو تشحن حالك بطاقة تساهم بإنجاز بعض الأشياء أو ترييحك من بعض الضغوطات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط أو الإرباك على المستوى المالي إما مصاريف زيادة أو دفعات أو التزامات زيادة شوي بتكون مؤرقة ولكن إنه هي صحيح بتجيك فرص للدعم المالي ولكن المريخ بيساهم بيخليك تصرف فلوسك بشكل يعني بدون دراسة أو تفكير أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى تنقلاتك وحواراتك خلال هذا اليوم ممكن تحمل لبعضك التنقل أو نزها بشكل مفاجئ أو يعني سفرة بين مدينة ومدينة تيجي برضو بشكل مفاجئ أو اتصالات تيجيك بشكل مفاجئ من أشخاص تتفاجأ أنهم تذكروك في هذا اليوم واتصلوا معك يعني تستغرب يعني ليش يتصلوا شو فيه يعني أشياء مثل هيك وبرضو اللي عنده امتحان بس بده يركز بشكل جيد ويدرس بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء بتدعمك على مستوى البيت يعني في أمور عقارية أو بيت أو ترتيبات أو ترميمات أو تصليحات أو اهتمامات عائلية أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة تقريبا الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة بالفترة أما بالنسبة للبيت الخامس فما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى العاطفي وبتعمل تقلبات عاطفية فممكن تحتد وتعصب على أحد الأحبة أو تقلق عليه أو ممكن أنه يكون فيه نوع من أنواع العتاب أو الخصام ما بينكم خصوصا مع الأحبة أو حبيب أو أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فممكن تنجز بعض الأعمال اليوم بشكل جيد وممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية أو الرقابة الصحية أو بعض الأدوية أما بالنسبة للبيت السابع الأجواء جيدة على مستوى الشراك المالي والعاطفي وهي بتعمل تقارب جيد ما بين كوبين الشريك أو ما بين الأزواج ممكن تحمل مصالحة أو تلاقي أو ممكن تتراجع عن قرار سابق فتتعزز العلاقة ما بينكم أكثر أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء روتينية على مستوى الأموال المشتركة يعني لا في إيجابي ولا سلبي يعني تفكيرك على حسب طبيعتك وعلى حسب نشاطاتك وعلى حسب أنت كيف تدير شؤونك المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فممكن اليوم تتلقى خبر شوي يكون صعب أو مزعج من خارج البلاد أو إشي له علاقة بامتحان ما تقدم فيه بشكل جيد لأنك تعتمد على الحظ الفترة هي بدأ دراسة أو ممكن يصير تعطيل في بعض الوثائق القانونية يعني زي معاملات إلها علاقة بالسفر بالإقامة بالهجرة أو مع مؤسسة تعليمية أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 يعني الأجواء تقريبا بتحمل نوع من أنواع الاتصالات أو التواصل مع أصدقاء لا إلك ولكن في صديق ممكن أو حد معين هيكي بتكون مشحون أنت بطاقة سلبية تجاهه أو زعلان منه أو ما يخذ على بالك منه بسبب تقصيره أو عدم اهتمامه أو عدم التواصل معك والاهتمام فيك فهاي برضو نقطة بدك تأخذها بعين الاعتبار أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو الأمور اللي إلها علاقة باهتمام بصحة أحد الأحبة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء